بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس والدروس القادمة سنتعرف على الجملة ما يسمى بي الجملة الشرطية أو ال-F statement الجملة الشرطية أو ال-F statement ال-F statement أو الجملة الشرطية في الحقيقة من أهم الجمل ويعني تقريباً في ذلك من هذا الدرس سنبدأ بالعمل على ما يسمى بـ logic أو المنطق سنرى برامج أغنى بكثير أو يعني ورح نشوف problems أكثر تعقيد وأكثر غنى من ال-problem اللي شفناها قبل رح نستطيع نحل مشاكل أصعب من المشاكل السابقة عندما لما نتعلم ال-F statement إذن ال-F statement مهمة جداً وهي بداية أول مرة الآن نتعلم شيء عن logic أو المنطق في الكمبيوتر وكيف أن نأمر الكمبيوتر ونضع شروط وغير ذلك خلنا نشوف مثال يعني الكلام قد يطول لكن خلنا نشوف مثال سريع على ال-F statement مثلاً لو عندك يقول لك أكتب برنامج أكتب برنامج أكتب برنامج يطبع أكتب برنامج يطبع يطبع كلمة positive إذا كان العدد أكبر من صفر واضح جداً برنامج يطبع كلمة positive اللي هي موجب إذا كان عدد إذا كان عندك x مثلاً في عدد مزين والعدد هذا أكبر من الصفر واضح هذا هو السؤال يعني سؤال البسيط جداً الآن كيف نحلو احنا شفنا يعني قبل variables شفنا شيئا كثيرة يعني لكن السؤال الآن الشيء الجديد اللي عندنا هنا هو هذا الجزء أرجو أنك تنتبه له إذا كان إذا كان هذا يفيد الشرط شرط يعني هناك شرط هذا هو نسميه شرط أو يعني واضح يعني أنت تعرف أنه هذا شرط إذا تحقق الشرط هذا فإننا راح نقوم بعملية الطباعة ماذا سوف نطبع سوى نطبع كلمة positive بوزيتب إذا كان إذا كان هناك يعني هناك اشتراط إذا كان في الحقيقة هذا هو يعني هنا هذا تفيد الشرط هنا تفيد تفيد هذه الكلمة تفيد وجود شرط تفيد وجود شرط هذا هو الشرط أنه العدد أكبر من الصفر هذا الجزء هذا هو الشرط مضبوط إذا تحقق الشرط هذا فإننا راح نعمل حاجة معينة اللي هي عملية الطباعة نطبع كلمة positive إذا هذا حاجة جديدة نحتاج فيها ما يسمى بالجملة الشرطية نحتاج شيء كأنك تقول للكمبيوتر يا كمبيوتر اقر عدد أو شف عدد معين مثلا عدد X وإذا كان كانك تشترضى الكمبيوتر مضبوط الكمبيوتر أن تأمر الآن الكمبيوتر أنه يعملك أنه ينفذلك برنامج معين مزين فأنت أمر الكمبيوتر تقول إذا كان العدد أكبر من الصفر اطبع لي كلمة positive مضبوط فهنا فيه اشتراط عشان كذا سميناها بالجملة الشرطية طيب كيف نسوي الشيء هذا هنا هذا الحل هذا حل البرنامج مضبوط برنامج بسيط مزين قلنا إنت طبعا ما حطيت قراءة أنا حتى سهل البرنامج راح حطيت variable X وحطيت فيه قيمة واحد مضبوط المطلوب أنه إذا كان variable X أكبر من الصفر تطبع positive مزين بكل بسطة قلنا F ومعناها إذا كان مضبوط إذا كان أو إذا إذا تحقق الشرط هذا هذا هو الشرط مزين اللي هو X أكبر من صفر إذا تحقق الشرط اللي بين القوسين هذا فإنك نفذ لي هذه الجملة هذه مضبوط اللي هي print positive واضح خلين نشغل البرنامج أو عفون خطوة 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 مزين أول ما نبدو تشغل البرنامج طبعا الشي المعتادين عليه مضبوط الآن نسند أعرفنا variable X أسندنا لـ variable X قيمة واحد مزين طبعا حنا عارفين أن الواحد عدد موجب فإذا الواجب ببرنامج نتوقع أن البرنامج راح يطبع لنا positive مزين نجي الآن شيك على العدد X على قيمة X زينا اللي هو العدد واحد فإن أخذنا هنا واحد الآن عندنا expression هذا logical expression راح نشوف إن شاء الله في دروس سابقة معنا logical expression أو التعبير المنطقي زينا المهم إنه هذا الشرط قد يتحقق أو قد لا يتحقق الآن راح نشيك هل يتحقق أو لا يتحقق زينا إذا X أكبر من الصفر واضح إنه X اللي هو الواحد أكبر من الصفر فإذا هنا الواحد راح يشيك الكمبيوتر هل الواحد أكبر من الصفر زينا يشوف النتيجة والنتيجة هي true الواحد أكبر من الصفر صحيح true إذا النتيجة هذه يتكون true يتكون false فإذا النتيجة true راح الكمبيوتر ينفذ لنا العبارة هذه choosing then branch هذا نسميه then branch اللي هو التفرع هنا صار عندنا ما عاد هو ما عاد تنفيذ البرنامج يتم بشكل sequential أو شكل متتابع وإنما في تفرع branching زينا فإذا فيه branch حقه then مضبوط اللي هي يعني إذا 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 تحقق الشرط قم بي يعني إذن زي ما نقول قم بي عمل كذا مضبوط فإذا نقول إذا تحقق الشرط إطبع كلمة positive فالآن نجي ونطبع كلمات positive فالآن جينا وطبعنا كلمات positive زي ما تشوف هنا طلعنا positive إذا تحقق الشرط إطبع كلمات positive وبعد ذلك انتهي تنفيذ البرنامج زينا خلنا شوف نفذ البرنامج أو خلنا نعدع البرنامج ونضع قيمة أخرى مثلا نضع هنا قيمة مثلا ناقص ثمانية زينا اللي هو عدد سالب خلنا الآن نسوي compile بعد كذا نفذ البرنامج زينا أعطينا الإكس قيمة ناقص ثمانية أعطينا الإكس قيمة ناقص ثمانية الآن جينا للشرط الشرط طبعا ما راح يتحقق ناقص ثمانية ليس أكبر من الصفر ناقص ثمانية عدد سالب مضبط في المفروض ما يطبع إذا لاحظوا أن الجملة هذه الآن صارت محروسة بشرط زينا إذا اتحقق الشرط تم تنفيذ الجملة إذا لم يتحقق الشرط لا يتم تنفيذ الجملة يسمى أنها جملة شرطية هذه كلها من هنا إلى هنا هذه جملة شرطية من بداية الآي إلى نهاية السميكون هذه كلها جملة شرطية الجملة الشرطية فيها شرط وفيها شيء أو جملة أو مجموعة جمل يتم تنفيذها إذا تحقق الشرط فها شرط ومجموعة جملة يتم تنفيذها إذا تحقق الشرط هنا مارح يتحقق الشرط فبعد كده نقول continuing without branching نكمل بدون تفرع للتنفيذ بدون ما التنفيذ يتفرع زي بدون ما ناخد فرع then اللي عندنا هنا فرع then مضبوط إذن نكمل هنا أنت طبعا ما في شي بعد الـ فراح ينتهي تنفيذ البرنامج مضبوط خلونا يعني نعدل شوية مثلا ممكن هنا نقول ممكن هنا نضع تعديل بسيط حتى نشوف كيف التفرع هذا مزين نقول system.out.printlnend مثلا نكتب كلمة end مزين حطينا هذه كلمة end خلو نجي وعرفون هنا في خطر بسيط system.out.printlnend خلونا نسوي compile الآن طبعا حنا هنا طبعا الجملة هنا الف ما تحرس إلا جملة واحدة تبعها هنا اللي هي positive زيين بعد كذا راح نطقع end خلا يعني خلا ركز على الموضوع هذا خلا حط هنا طبع ما يهم أنك تحط مسافات لكن فقط عشان أوضح لك يعني سواء حطيت الـ enter ولو ما حطيت الـ enter ما تفوق الجملة هنا ما تحرس حاليا يعني راح نشوف كيف نحرس أكثر من جملة بالشرط يعني راح نحط أكثر من جملة لكن الحاليا ما عندنا إلا جملة واحدة فقط جوة الـ f زيين نسوي compile بعد كذا نبدأ التنفيذ زيين عطينا الـ x قيمته اللي هي ناقص ثمانية بعد كذا جينا نتحقق من الشرط الشرط غير متحقق شرط false إذن راح نقفز ما راح يكون فيه branching راح نقفز ما راح نتفرع هنا راح نكمل بنفس المستوى اللي عندنا مستوى الـ f وهو نروح نطبع كلمة and وننتهي زيين بينما لو جينا ننفذ التنفيذ السابق لو كانت مثلا القيمة بواحد نحط القيمة بواحد دعنا نسوي compile زيين نروح ننفذ الآن على هذه نحطينا الـ x بواحد هل تحقق الشرط؟ هل الشرط بترو؟ الشرط فعلا بترو إذن في هذه الحالة راح نتفرع choosing then branch اختيار الـ branch أو الفرع then زيين اللي هو الفرع then طبعا هل في branch ثاني؟ نعم في branch ثاني راح نشوف فيه المثال القادم إن شاء الله لكن هنا تم تنفيذ لاحظوا أنه ممكن تتنفذ ممكن ما تتنفذ الجملة هذه على حسب الشرط اللي يحرصها ممكن نفذ الطباعة ممكن ما نفذ الطباعة هذا هو الجزء المهم زيين طبعا واضح اللوجيك أو المنطق أو مفهوم البرنامج هذا حنا قلنا اكتب برنامج هذا إذا تذكرون السؤال اللي كتبناك برنامج يطبع كلمة positive إذا كان العدد أكبر من الصفر إذا قلنا إذا كان اللي هي f f مضبوط العدد أكبر من الصفر هذا هو الشرط اللي هو x أكبر من الصفر فنرح نقول يطبع كلمة positive print positive طبعا أنا أضفت الprint هذه فقط للتمييز راح ينفذ الprint لحظ نفذها المرة السابقة العفوان لم ينفذ الprint positive في مرة السابقة لأن العدد كان سالب الآن نفذها لأن العدد موجب بين الprint الأخيرة هذه عادي جملة عادية ننفذها زي ما كنا ننفذ قبل لأنه ما فيه أي شروط تحرصها ليست ضمن if statement ليست ضمن جملة شرطية فإن راح تتنفذ anyway يعني في أي حال تنفذت طبعنا positive هنا وطبعنا end هنا وانتهى البرنامج راح شوف إن شاء الله في الفيديو التالي الف else statement اللي هي إذا كان وإلا مضبور